سلسلة كراش بانديكوت تنهض أخيراً وتعده بالجزء الذي يحمل رقم 4 بعد غياب طال 22 عاماً لقد حان الوقت أخيراً لنطع أيدينا أيضاً على مغامرة كراش الجديدة فهل نجحت التجربة في الارتقاء إلى مستوى التطلعات؟ هذه المراجعة ستجيب على ذلك كراش بانديكوت 4 It's About Time هي لعبة كراش بانديكوت كليسيكية تحمل ذات الطابع الذي كانت تحمله الأجزاء الثلاثة الأولى من السلسلة مع إضافات أساسية هي إضافة الأقنعة تقدم اللعبة عدداً من الأقنعة من بينها قناع يسمح لللاعب بالانتقال بين بعدين مختلفين مما يؤدي إلى ظهور عواهق والصندوق واختفال أخرى وقناع يسمح بإبطاء الزمن للمساعدة على تجاوز العواهق وقناع يتسبب بحركة دورانية سريعة لكراش مع قفزات بعيدة جداً وقد ذكرنا هذا القناع كثيراً بالصندوق الطائر من لعبة Super Mario 3D Land وهناك قناعاً عاد إلى ذهاننا مغامرة ماريو الرائعة عبر المجرات في Super Mario Galaxy وهو قناع يسمح بالتلاعب الجاذبية والانتقال بين المنصات العليا والسفلة في المرحلة الأقنعة ليست كل شيء حيث حصل كراش على عدد كبير من ميكانيكيات اللعب والقفز بعضها قديم وعائد من أجزاء سابقة وبعضها جديد حتى أن اللعبة أضافت إمكانية الركض على الجدران على غرار أمير بلاد فارس أما شخصيات الإضافية الأخرى فيتمتلك قدرات منوعة ومختلفة تماماً فبعضها يستخدم الأسلحة والبعض الآخر بمقدورها أن يستخدم الخطاف وأن يقوموا بالقفز على الجدران مثل ريوها يبوسة فكرة الأقنعة هي فكرة جيدة وإن شعرنا أن اللعبة لم تنجح في استغلالها بالشكل الأمثل فهي أولاً مرتبطة بجزئيات محددة في كل مرحلة ولا توجد حرية كبيرة في استعمالها مما يعزز الشعور والطابع الخطي المتواجد في اللعبة ككل وثانياً هي ليست بتلك الكثرة أو التنوع إلا أنها حتماً تنجح في هدفها في إكساء هذا الإصدار بكساء فريد يميز عنه الأجزاء الأخرى في السلسلة جميع المراحل الأساسية في اللعبة قابل اللعب بشخصيتين كراش وظريفة كوكو وهناك مجموعة من المراحل الفرعية قابل اللعب بشخصيات أخرى وتتقاطع هذه المراحل مع المراحل الأساسية في بعض الجزئيات لتشاهد من خلالها ما الذي كانت تفعل هذه الشخصيات وكيف قامت بمساعدة كراش وكوكو في المراحل الأساسية تحمل اللعبة معها خيارين أساسياً للتقدم هناك خيار ريترو والتقدم فيه مماثل تمام الأجزاء القديمة سيكون لديك رسيد معين من أدوار اللعب وستحصل أدوار إضافية عند جمع التفاح في المراحل وإن خسرت جميع هذه الأدوار ستضطر إعادة المرحلة من البداية هذا الطور المخضرمين في ألعاب المنصات وسيشكل تحدياً جيداً وحقيقياً لأن اللعبة ليست سهلة أما الطور الآخر العصري مودرن فهو يلغي الأدوار تماماً في كل مرة يخسر فيها اللاعب سيعود إلى أقرب لغة تحفظ التشيك بوينت إلى أن يتمكن منها المرحلة وبالحديث عن التحدي فإن كراش بنتي كوت 4 ليست لعبة سهلة في حقيقة الأمر نحن لا ننصح بها لك صغار السن أو اللاعبين الذين يرغبون بشراء لعبة منصات جميلة وملونة لأطفالهم وإنما ننصح بها لعشاق السلسلة ومحبي ألعاب المنصات بشكل عام هناك الكثير من التحدي في اللعبة وعليك أن تتوقع بأنك ستخسر مرات عديدة لقد عجبنا بالعدد الكبير من الخيارات الذي قدمته أكتفجن لجمهور اللاعبين بجانب خيارات اللاعب الكلاسيكي أو العصري هناك خيار يسمح لأكثر من اللاعب بالتجربة معه وتسليم يد التحكم عنده خسارة ما تقديم سجل منفصل لإنجازات كل منها هناك مجد جيد تم بذله في رسوم هذه اللعبة فهي ليست واقعية جداً وليست كرتونية جداً وإنما تقع على خط المنتصف بين الاثنين القصة في اللعبة بسيطة جداً وهي لا تتجاوز فتح أبعات جديدة تنتقل فيها شخصيات شريرة في اللعبة لتتلاعب بخط الزمن وعلى كراش ورفاقة إنقاذ علمهم من هذا الخطر كراش بانديكوت 4 It's About Time هي اللعبة التي أراد عشاقها السلسلة وانتظروها طوال هذه السنوات وهي كراش بانديكوت كما عهتموها بجبياتها وسلبياتها اللعبة ليست بالضخامة التي كنا نتخيلها كأمن الخلطة قد تكون بحاجة للتجديد في المستقبل ويصعب أن نتصور استمر السلسلة بهذه الطريقة الخطية جداً لكن الآن هذا ليس وقت ذلك الآن هذه اللعبة تستهدف إعادة كسب ثقة اللاعبين وعادة كراش بانديكوت إلى الواجهة من جديد ويرضاع المعجبين الذين تمسكوا بهذا العنوان طيلة هذه السنوات بلعبة احتفالية مفصلة تفصيلاً دقيقاً على رغباته اشتركوا في القناة